إلى مستويات قياسية من الهبوط يصل سعرها ملخص حال الليرة السورية وفق ما قاله تجار عملة ورجال أعمال لوكالة رويترز هي التي سجلت أكثر من 660 ليرة مقابل الدولار في فترة وجيزة ووتيرة متسارعة إلا أنها المرة الأولى وفق المصادر ذاتها التي تصل فيها لهذا المستوى المقارب للانهيار أو أنها كادت إن استمرت على هذا المنوال هناك طلب قوي على شراء الدولار الذي يتوفر في الأسواق على حد قول المصادر وإلا كان الارتفاع أكثر بكثير الكلام هنا لمستثمرين محليين أكدوا أن الليرة تراجعت بعد فشل دعاية النظام بعودة الأمن والأمان لمناطق استيلائه كذبة لم يصدقها السوريون الأثرياء الباحثون عن فرص للاستثمار في اقتصاد دمرته الحرب أصلا أي استثمار هذا يتساءل هؤلاء والبنك المركزي تخلى بشكل غير معلن عن جهوده لدعم الليرة السورية وذلك لحماية احتياطاته النقدية الأجنبية المتبقية كل ذلك جعل الأهالي يشعرون بالذعر ويفقدون ثقتهم به وهو الذي غضى الطرف أيضا عن بيع مكاتب الصرافة للدولار الواحد بأسعار أعلى مما يحدده ضمن لوائحه أسعار لا يتجاوز سعر الدولار وفقها 430 ليرة كحد أقصى يتخوف رجال الأعمال من تداعيات تراجع الليرة على رأس تلك التداعيات يتربع التضخم الذي يؤثر على سير أعمالهم لكنه يؤثر أكثر على الشريحة الأوسع من السوريين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف الحياة اليومية الأخذة أسعارها هي الأخرى بالارتفاع لحد يفوق مستوى دخلهم بكثير